ترجمة نانسي قنقر لم يكن هناك شيئًا تستخدم فيها إذا لم أدبرت على مستقبلها ماذا تبدأ في تجنيد الإجباري التنزية؟ تجنيد الإجباري شيئًا طبيعيًا يدخل الشباب من المنظر كل شخص ينحل كانت حرب البيطالة الشباب المغربي كانت بيطاليين يدخل الشباب المغربية حيث ينسي ويوجد بيطالة وحب الوطن بالنسبة للتجريبات تجنيد الإجباري نهجها نجهجات الدولة المغربية سنة 1906 أي بعد انتفاضها 1905 وكان الهدف منها أنه تتمص احتقان ديال الشباب الدولة تدور في نفسها أنه رب جنيب إجباري غادي تربي حب الوطن في الشباب بينما حب الوطن كي تطرف لأنه تسخليني أني نحس في أنني فهذا الوطن مني وأنا منه لا يمكن أن يتربطني حب الوطن في تجنيب الإجباري أي في الدكتاتورية بأسالي غير ديمقرارية شباب عاطلين وحرومين من شبابهم شباب أقصى أحلامه هو أن يغادروا هذا الوطن فهذا لا يمكن أن يتربطيهم حب الوطن لأن يستطيعهم تجنيب الإجباري لأن يستطيعهم القرارس أولا الفهم مسجد، أولا القلبين مستمارة، أولا إيمان ماشي بهذه غادي تطرفيهم حب الشباب وإحنا كنشاطة حقوقية وكذينقراريين إحنا ضد هذه القرارات وضد هذه القوانين لماشي ديال القرار 21 وقجال أبنى 11 جولة خاصة تتقلب على حولون عقلانية على أساليب عقلانية على حولون ذينقرارية وليس بها كذا سنربي حب الوطن ونجع الشباب أنه حق الوطن تجنيب الإجباري من ناحية الشباب رأى مزيانة كيفية إعادة تكون الشباب لضيع المثال اللي يعطينا المخدرات وعطينا الخارجي من المدرسة ما فقوش يقرأوا خاصهم ما زال ما يدير والله مهمش يتكونوا بعدها تكون عسكري رأى مزيان بالنسبة لأخرى عوضتين اللي يخرج أدفر على حيث من ذلك المسائل حيث من ذلك المخدرات وسمي جدد دياله زنقال المهم ستكون مزيان كخطوة إيجابية بالنسبة للشباب خطوة إيجابية بالنسبة لهم بالنسبة لهم بالله أحصدوا كل القاريين وخرجين من المدرسة الجناثورة كانت حلادي رأتشن الإجباري كانت حلادي كان يدوده في 24 شهر ونقصوا 18 شهر اسمه الزبلي وذلك الساعة يدخلون لهم قجمو وكان يكون مستقبل دياله لكي يدخل سميته وكي يدخل الارمي يتزوج ولكن في المدة الأخيرة حيثوها حيثوها وطلهم قجمو رأى مكاش دبافة في الارمي ولكن في المدرسة وكان يدخلوا يدخلواهم في السميته في الجيش يدخلوا يحسن المستوى دياله موسيقى موسيقى